اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيعمل على الاجهزة المتوسطة لكن الافضل انه عن طريق هاردوير انفوت يعني تقوم بتثبيت نفس النسخة التي تظهر في البرنامج طيب هذه الاسدكي اخر نسخة في 86 هذه رقم النسخة هذه اخر نسخة نزلت في جول او جولاي 2016 عندنا ملفين ملف مضقوط وعندنا ملف للتصحيح هذا اذا كنت تستخدم اوامر الطرفية فما نحتاجه نحتاج تثبيت ملف واحد بس هنا الاجهزة الحديثة مثل ما ذكرت اسدكيث 23 يعني مارشميلو وفي 86 اللي هي اخر نسخة عندنا قبلها 85 و84 وهكذا طبعا ادوات اكسبوست بحر وهي اكثر الادوات للتعديل على النظام فهي مرحلة بعد مرحلة الروت وبالتأكيد يحتاج ان يكون بهاتفك روت اذا كان جهازك لا يحتوي على الروت هذا الشرح ليس لك فالشرح لمستخدمين الروت يعني وللمخربين هذا الملف اللي راح نقوم بتثبيته اكسبوست 86 اسدكي ثلاثة وعشرين اللي هو ارم طبعا ارم مثل ما ذكرنا من هاردوير انفون ومتوافق مع جهاز نكسس فايف كيف تعرف اللي متوافق مع جهازك بيمكانك استخدام برنامج هاردوير انفو او اي برنامج شبيه طبعا هذا الملف اذا اردت الغات تثبيت اه الاكسبوست نذهب الى بوروف او اقلاق الهاتف بالكامل ثم ندخل الى قائمة الركافر المطور لكل جهاز طريقة للدخول الى قائمة الركافر المطور بيمكانك استخدام برامج مثلا مثل اه كويك بوت او برامج مثل اه كويك ريبوت للدخول الى هذه القائمة وبيمكانك باور وخفض الصوت في اكثر اجهزة اندرويد اجهزة سامسونج باور وخفض الصوت وزر القائمة اجهزة الجي ايضا باور وخفض الصوت اه اكثر الاجهزة هكذا نذهب الى انستول ثم الى الملف الذي قمنا بتثبيته من ملف من موقع اكسبوست ساقوم بتثبيت اه اكسبوست ارم اللي هو متوافق مع جهاز نيكسس وطريقة لقاء التثبيت نفس طريقة التثبيت يوجد ملف للتثبيت اللي هو انستول وملف ان انستول فالطريقة نفس الطريقة اكسبوست 86 SDK 23 مهم جدا ان تقوم بتثبيت النسخة المتوافقة مع جهازك حتى يعمل اكسبوست يعني هذا نيكسس معالجه 32 بت اللي هو ارم ايضا تعمل عليه حسب تجربة الشخصية نسخة الاكس 86 86 طبعا اكثر اللي هي نفسها ال32 بس اغلبها مثل النظام اللي متوفر اللي يسمح بتثبيت اندرويد على البي سي فاكثرها نسخة يعني مخصصة لاجهزة اخرى فمهم جدا ان تعرف المعالج الخاص بهاتفك ثم تقوم بتثبيت نسخة مشابهة بعد تثبيت الاكسبوست تبقى علينا تثبيت البرنامج اللي هو اكسبوست مستور طبعا هذه النسخة الذي قمت بتثبيتها 33 ومدير الملفات الذي استخدمته اسمه اسفايل لان اجهزة نكسس او الاجهزة الخام لا تحتوي على مدير ملفات فمتوفر مجاني في جوجل بلاي بعد تثبيت الاكسبوست انستورر هذه الادوات التي لدينا وسنتكلم باذن الله في كل فيديو عن خمس ادوات قمت بتجربتها وانصح باستخدامها للمزيد اشترك بالقناة اللي يصلك الجديد اذا اعجبك الفيديو انشر الفيديو في تويتر فيسبوك انستجرام ولا تنسوا تابعتنا ايضا على الشبكات الاجتماعية اخوكم المثنى عبدات من قناة قيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة